اشتركوا في القناة مع تحليل ان شاء الله تليفون في الفقرة التانية من الاخبار لكن من التدي باخبار النهاردة استقبل النهارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحسب المستشارات متفاهمة متحدث باسم الرئاسة استقبل السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الامريكي والوفد المرافق له في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العام صرح المستشار بان وزير الخارجية الامريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس عبدالفتاح السيسي منوهم بجود المصير المتواصلة من أجل إنهاء الأوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار وهو ما سمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما نصب في مصطحة الأمن والاستقرار الاقليميين المتحدث الرسمي أضاف أن اللقاء شهدت تباحث بشأن الأوضاع الاقليمية وخاصة قطاع غزة والأراضي الفلسطينية حيث حالي صوازير الخارجية الأمريكية على إطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة طبعا نعرفين الجولة دي بدأت منذ أقل من أسبوع بقليل وشملت عدد كبير من دول المنطقة شملت تركيا واليونان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية في رمالة وإسرائيل والاستماع إلى رؤية مصر بشأن أفاق الحل وشهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري وإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية حيث شدد الرئيس عدد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القارات الأممية ذات الصلة حيث يتم إدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهل غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها مع ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جزور الوضع الرهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوق المشروعة ويحق الأمن والتنمية والإزدهار لجميع شعوب المنطقة دي وجهة نظر المنصرية والرؤية المنصرية السابقة اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين المنصرين يعرضوها في أي لقاءات تشاورية أو تفاوضية دولية سواء الصناعية أو متعددة الأطراف توافق الجانبان في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور المكسف بشأن الأوضاع الرهنة والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهديئة ومنع اتساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس تحقيق الاستقرار في المنطقة ده الإضافة لهذا اللقاء الوزير الخارجي الأمريكي قبل مغادرته القاهرة في تصرحات صحفية وجه الشوك للحكومة المصرية لمساعدتها القيمة في إخراج بعض حامل الجنسية الأمريكية من غزة وكل حامل جنسيات المزدوجة اللي هم مروا عبر الأراضي المصرية إلى دولهم التي يحملون جنسيات موسيقى